بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت مع الممثل المقيم للأمم المتحدة والاستشارية الدولية المتخصص في التنمية سبل التعاون في تنفيذ مشروعات الوزارة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس وأوضح وزير الاتصالات أنه خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة سيتم ضخو استثمارات تصل إلى نحو 5 مليارات و800 مليون جنيه لرفع كفاءة الإنترنت لأكثر من مليون مبنى سكني وحكومي بقرى المبادرة لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمة مصر الرقمية ولتنفيذ أهداف الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين شهد الاجتماع مناقشة سبل توفير الدعم لمشروعات وزارة الاتصالات في إطار المساهمة في تنفيذ المبادرة